الناس دلوقتي لا هم لها ولا حديث سوى انهيار SVP اللي هو سيليكون فالي بانك هو سيليكون فالي بانك انهار علشان امريكا اقتصادها ضعيف مثلا او اقتصادها صغير او اجراءتها الاقتصادية ما هو سؤال بس فيه ازمة عالمية هذه الازمة لها انعكاسات على كل الناس بما فيها الاقتصاد الامريكي اللي هو رقم واحد طيب ايه هو مثلا سبب انهيار الاقتصاد او انهيار SVP على سبيل المثال زي ما كنا بنقول من كام يوم كده اي بنك في الدنيا بيكسب من ايه في حاجة اسمها الودايع وفي حاجة اسمها القروض يوسف حط وديعة حط شهادة حط فلوس واحمد بيقترض سعر الاقراض دايما اغلق من سعر الايداع الفرق ده هو مكسب البنك طيب ايه اللي بيحصل جزء تاني من هذه المكاسب اللي بتحققها البنوك انها بتاخد الفلوس وتبدأ تستثمرها فنفترض انها بتستثمرها في سندات الخزانة ده اللي حصل مع SVP على سبيل المثال ادى الى ايه انه استثمر في سندات الخزانة قبل ما المركز او قبل ما البنك الفدرالي بتاعه هو يرفع من وطيرة سعر الفايدة على الدولار الامريكي في الولايات المتحدة بمتنتهى التصارع ظنن منه انه بالطريقة دي بيحمي نفسه من الازمة الاقتصادية العالمية ومن مشاكل التدخل ظنن منه كويس فاللي حصل انه سعر على الفايدة زاد جداً سعر الربح اللي هيجيله من الاستثمرات في السندات قليل جداً معارفش يوفي لاصحاب الودائع فلوسهم فحصل انه اصحاب الودائع عاوزين يسحبوا تقريباً 42 مليار راحوا يسحبوا الـ 42 مليار من الفروع المختلفة لهذا البنك الاخ الاخ البنك قال لهم كل سنوته طيبين مش هقدر فانهار البنك طيب ده معنى ايه؟ ده معنى انه فيه سياسات ما قد تكون متسريعة قد تكون سليمة انا زكى من وجهة نظرهم صح مش دي قصتي المهم انه الازمة العالمية دي اثرت على البنك ده زي ما وارد انها تأثر على بنوك كتير في الولايات المتحدة الامريكية وارد ووارد لا لكن المشكلة الكبرى دلوقتي بقت فين؟ لدى صانع القرار الاقتصادي او القرار النقدي او القرار المالي في الولايات المتحدة الامريكية هي الازمة النفسية لدى المودعين يعني ايه الازمة النفسية لدى المودعين؟ ان يحصل موجة تشكك كبيرة وعارمة تدفع المودعين لاذهاب الى البنوك المختلفة لسحب مدخرتهم في الحالة دي هيحصل حاجة اسمها ازمة الوفاء يعني ايه ازمة الوفاء؟ يعني مش قادر اوفي هذه الطلبات فتحصل مشكلة اشتركوا في القناة